مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله تكونوا كلكم ألف خير ونعمة يا ربي اليوم ان شاء الله بش نعمل معاكم مقروض التونسي اما بطريقة مختلفة على الطريقة التقليدية طلبتوه مني برشا قطولي لي انتم عندكم مشكلة في السميد الحرش مترقهوش مش موجود وعندكم كين السميد الارتب اليوم هاني بش نعمل معاكم وصفة بالمقروض متع السميد الارتب وتتشوفوا بطريقة ناجحة و الف بالمية يجيكم من اول مرة الناجح وبنين دونك مغي ما نطول عليكم الفيديو نمشي مطوي كما بعضنا للمقادير متع وصفتنا اليوم بالنسبة للمقادير ان شاء الله بش نسحقوا صحفة الي هي بش نكايلو بيها كل شي انا اليوم عملتو معاكم بالصحفة بش اكيكا نسهل عليكم العملية عنا صحفة ونص سميد ارتب يكون سميد ارتب مهوش اكستخافين يعني مش ارتب عالاخر علي صحفة سميد متوسط عليهم صحفة فرينا معاهم صحفة الاربوع ماي ونبعد نشوفو نزيدوها الا ليه وعنا صحفة زيت يكون زيت نباتي انا عملت معاكم لموصفة اقتصادية بش نسبة للي يحب حاجة اقتصادية وراكم الزيت النباتي تنجمو تعوضوه بزيت الزيتونة وذيك زعفران جوست عن لون متاعو نجمو تعوضوه بالكركم كان ما عندكمش ورشة صغيرة ملح اول حاجة بش نعملوها بش نحطو شوية زعفران في وسط الماء راهو الزعفرانة ديه يعني اختياري للي عندو يحط اللي ما عندوش ينجم يستغنع عليه بالنسبة للماء لاني عملت ماء وماء ورد ما بعضو يعني الماء حتيت حكيت خمسة مغارف كبار ماء ورد واللي عطر شية ومعاهم باقي كملتو بالماء نجيب طويكة لطريقة التبسيس متاع المقروض باش نصبو اسميد الارتب اللي هما صحفة ونص اسميد ارتب ومن بعد باش نكملو نزيدو اسميد المتوسط مش اسميد الخشينة اسميد المتوسط ومعاهم الفايينة نضومة طويكة باش نسكمل نزيدها عليهم راشة للملح الملح ما يقارب مغرفة صغيرة ملحة ما تحطوش كمية كبيرة متاع ملح ومن بعد باش نخلط هم الزومة الكل سمي بسم الله ونخلط المكونات الشيحة الكل مبعضها مادام الماء والزعفران اكز زعفران يسيب اللون متاعو في وسط الماء احنا في المرحلة هابية نخلط المكونات الشيحة الكل وفي المرحلة هابية بعد ما كمانا خلطنا المكونات الكل باش نجيب بحذية الزيت بعد ما تسخنتو شوية ما تسخنوش ياسر باش ما تتحرقوش وانتو ما تصوبو فيه وباش نبدا نبسس في المقروض متاعي اهني كيما قدتلكم راكم تنجمو تعاوضو الزيتانية نباتي بزيت الزيتونة يجيكم زيد البنين برشة وفيه منفع اكثر اما انا اليوم كيما قدتلكم حابيت نعملكم حاجة اقتصادية وميمطان جيكم ياسر ياسر بنينة كيما قدتلكم اعملت كيلة زيت يعني على قد الكيلات اللي اعملت من كل نفس الكيلة يعني هي نفس الصحفة اعملتها زيت اما كيما تعرفو فما سميد يشرب فما سميد ما يشربش وكيف كيف بالنسبة للفعينة دونك باش نبدا نزيدو في الزيت بشوية 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 باش هكيكا منصبوهوش لكله فرد مرة وترسينا بعد يجينا المقروض مثلا ياسر مبسس ويجينا يتفتفت من بعد او كنتوما ابدو هكا زيدو بشوية بشوية بكيتحسو هكا تبلل كله ويعني شرب بالزيت انواقف عليه كيما هكا هذا هو اللي قعد لي انه الكمية اللي قعدتلي بالزيت راه انتوما من بعد عينكم ميزينكم او ككيتحاولوا هكا تراوح تبسس الكله ووقف عليه هني خليتو ارتاحا عشرة دقايق ومن بعد نحيت الزعفران من المي وبديت نبسس ديت اللم في المقروض متاعي بسويبا هني المي بدنزيد فيه بشوية بشوية راه يكون مي عادي ما يكونش مي سخون ردو بقلكما كان يكون مي سخون الفينا تخرج لكلتان متاحا ويولي لكم من بعد ما عادش مقروض يولي خبز دونك هني خاصة ما تعجنوش زيدا المقروض متاعكم دي ما تلمو لما ابدو وزيدو في المي بشوية 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 انا من اللولا عملت كيلامي وراهو تنجموا تستحقوا اكثر دونك انتوما والسميد والفنينة اللي عندكم المهم من بعد كتتلم العجينة متاعكم تكون عجينة متماسكة وكتشدوها هكا تحاولو تتروليوها تترولها معاكم ومتداش تتفتفت وقتها راهو العجينة متاعكم حضرت كيما هكا بالطريقة هايدي خاصة يتنحاوك اللي تخاس ببيض ضدوكم من العجينة على خاطر كيفما تخاس يعني راهو المقروض ما زال ما تتلمش مليح وما زالو الماء فيه هنا طويك خريطو يرتاح انا روحو دريجين ولا تتاتة دراج مش برشا لطولين حضروا العجينة جبت هنا عجينة تتمر باش نحو نعملو اليوم كيم بتتمر اكا هو راكم تنجموا تزيدو فيكيا تنجموا تزيدو اللي تحبو انتوما في وسط العجينة متاع التمر هيدا اختياري انا بتبيع كيما قلت لكم حاجة اقتصادية لذيك عليش عملت لكم جلجلين اكا هو المقروض متاعي فوحتو بجلجلين وبالبردقين وهناي سا بتعلي شوية زيت مكالي قاعد لي متاع المقروض وضوما طويكا باش نعجنهم مليح بداية اللين اكل العجينة كلها تتفوح متاع التمر باللفاحات هذيكو اللين في الاخر نتحصلوا على عجينة كيما هكا تكون متماسكة وتكون كلها مفوحات بركلة بالجلجلين والبردقين طويكا باش ننجيب بحضي هكا سحن ولا اي حاجة عندكم وتعملو دي بودان وتحطوهم على اجنب باش من بعد يسهلو علينا العملية ومقعد ليكين باش نبدو نحضروا في المقروض متاعنا اهنا اخبي تعجينا من المقروض حليتها بالطريقة هذيكو وكيما تعرفوا الكل هذي هي الطريقة متاع المقروض يعني ناخذ عجينة نحلوها نحاول هكا نست فيها ملا جنب الكل وكيما قاعدين تلاحظوا اللون متاع العجينة كيفاش يكون ميزمش يكون فيه هكا ديت خاس بيض ذيكراه يعني فيه العجينة ما زال فيها الماء وما زالت ما تخلطتش مليح حليت العجينة متاعي في الوسط وطبيكا باش نحط فيها شوية عجينة مقروض اه عجينة تمر سمحوني بالنسبة للتمراني انا ما نحبوش فيه ياسر تمر المقروض اهوكا من بعد انتو مراكم تحطوا الكمية اللي تحبوها انتوما اللي يحبو بزايد تمر يحط كمية كبيرة ولي ما يحبش كيفنا احنا يعمل بودان هكا يكون فينو شوية ومن بعد يزيدون فلسط العجينة من الداخل وكيكا تكون يجيكم بعض مقروض ما فيهوش برشة مر وكيما قلت لكم هيدا يبقى اختياري نسكر عليها هكا مليح من الاجناب الكل من الفوق ومن الاجناب باش كيكا من بعد كين دي بديو ندورو في البودان بتاعنا ما يتفتفتش وما يخرج منو المقروض وهكا ننزلو عليه شوية ونبدأو الروليو فيه وكيما قلت لكم العجينة راهيت اذا تمشي وحدها تبركالة على خطرها روسية تناجحة الف المية دونك دوب ما هكا ما تدوروه تمشي معاكم العجينة دونك هني وصعوا بلكم بشوية بشوية بنمشي ودي ما هكا بشوية باش كيكا نسيسوا العجينة بتاعنا ومن بعد كيف كيف بالنسبة للصمك متاع المقروض كين تحبوا مقروض خشين تعملوا العجينة خشينة وكين تحبوا مقروض جويد لكن تم بعد انتم تتحكموا في كل شي كل واحد وضوقوا وكيف كيف بتبيعها من نسيوش هكا نستويوه من الاجناب الكل باش تجينا الكعبة مرتبة وتكون نظيفة من بعد باش ناخو السكينة ونقص كعبيت المقروض امتاعي وفي اللقاء نتحصلوا على نتيجة هيبي تكون كعبة ملمومات برك الله حاولوا انتم اديم هكا بس فبعكم اتلموا الاجناب الكل باش تجيكم الكعبة مرتوبة والا حتى تنجموز هذا اتلموه بالسكينة هكا تنزلوا عليه من الاجناب الزوز باش كيكا تقعد الكعبة كيتيب تقعد كيما هي باش نزيد نواليكم كعبة اخرى هكيكا باش نزيدوا تفهموني اكثر الكعبة كيتيب تحلوها في البودان هكا حاولوا هكا حلوها شوية باش تتماسك ومن بعد تحطو فيها كل عادة التمر اللي عجينا متاع التمر ومن بعد نسكروا عليه بالاجناب الكل وندوروه كيما لاحظتو راهو سهل على الاخر و اللي عجينا اتتواعكم بالقدي حاولوا بركة ما تخليوهاش يعني نقسمي باش مجيكم الشيحة وتتفتفتلكم من بعد ديما هاو كانتو ما اخدموه هكا بعينكم يزينكم ما تكثروش الماء ديما امشيو بشوية بشوية خير من انكم تحطو كمية كبيرة متاع ماء ومن بعد نجمي فسدلكم المقروض متاعكم دونك هنيه كمالتذا اللي بطريقة اخرى حابيتها كنوريكم باش تزيدوا تفهموني اكثر ومن بعد باش نهاك نوريكم الكعبة عن قرب كيفاش كيت حاصلنا عليها شوفوا تبارك الله جي لكلها مرتوبة وفيها هكا التمر من داخل حاسيلو ما شاء الله دونك هنيه نحطهم في الطبق ونكملهم لكلهم بنفس الطريقة وتوت عديد نطيب فيهم كالعادة نحطو الزيت متاعنا يسخن سلا سلام نحطوهوش على نار قوية ويكون الشحور متاعنا بجنبنا الكعبات اللي تيبو نحطوهم دي راكت في وسط الشحور نستقطروهم بتبعهم الزيت ونحطوهم يتيبو دي راكت في الشحور بالنسبة للشحور راني عملت معاكم في روسيت المقروض في اول وصفة هبطركم على الشانل اليوتيوب متاعي آتا نحطو لكم الروسيت في صندوق الوصف عملت معاكم الشحور برشا مرات اللي هو ما فيه حتى شي تأخذو كيلتين سكر عليهم كيلة ماء وعسرة قارس وتحطو شتر القارسة في وسط الشحور باش تتيب معاه وتخليوهي تتيبو لمدة عبل اقل 25 دقيقة الى 30 دقيقة اللي يتماسك وميجيش ياسر جاري لهو الشحور متاع المقروض كيما تروا فيه اذاك هو السمك متاعو والقويم الي يزمو يتتحصلو عليه ومن بعد مدام الكعبات اللي اخرين طابو نخليو الكعبات اذوكم في الشحور يعني من ناحيهم فيش مشحور كيما طيبنا البرتيلة من بعد كيكا يتشربو مليح الشحور وميجي مناش من بعد شي حين هنين بعد مسايا الكعبات اللي اخرين طابو باش نخرجهم مشحور استقطرتم مليح مليح باش نحطهم بجنبي في كس كيس والصفية اللي عندكم كيف كيفهم بعد نكم من خرج الكعبات الاخرين نحطهم دريكت في وسط الشحور وهنين بعد نهاك نحاول نغطسهم بشا كيكا يتشربو مليح الشحور ونجي طبيعا نحط كعبات اخرين يتشربو مليح اذو ما يتشربو في عقلهم سلا سلا ونكملو هكيكا العملية لكلها وبالتبعا ما نساويش الكعبات اللي شحرنيهم نعمل عليهم رشا جرجلين بجمو تعملو جرجلين فيكا اللي تحبون تومها ولا حتى تخليهم كيما هما راهو ياسر بني وهيدي هي كعبة المقروض عن قرب شوفوا تبركالا اك المنظر اللي فيها الكعبات الكلهم كيف كيف كل الكعبة كي اختها جيني ياسر يتشبه المقروض القروين اهو كيما ليتو بطريقة سهلة على الاخر ما فيه حتى شيء اهنا هكملت سايشة طيبة الكعبات هذوكم نخرج الكعبات الاخرين مش شحور بتبعا دي ما نحاولو نستقطروهم مليح مليح ومن بعد نخرج الكعبات الاخرين ونحطهم في وسط الشحور وكيكا لنكمل الكمية اللي حضرتها الكل راهو ما يخوش منه وقت كبير على قدر كيما ليتو ما يطلبش راحا وكل شاي فيسا فيسا لفلف اذي كن حضرت الكعبات انتع المقروض الكلو راهو لفلف يتيب في رمشة عين اهنا هذا هو النتيجة اللي حصلنا عليها شوفوا تباركالله ايك المنظر اللي فيه اما اهنا حتترككم جوز تسحينة كيه للتقديم اما الكمية الاخرى خبيتها شوفوا تباركالله اك الكعبة فيش نجي مرتوبة مديوش مفتفتة وكي نقصها ما شاء الله مذوب في الفم اهنا هنا حبيتو بات اكثر من تمر وانتوما كيما قلت لكم في الفيديو راكم تعملوا كيما تحبوا انتوما دونك هذي هي كنت وصفتنا لليوم كيماليت وهيك حاجة سهلة على الاخر وفي متناول الناس الكل وخاصة اقتصادية ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وان شاء الله هتكون نيل تريدكم وان شاء الله اييمكم لون كلها اعيد شي هي طيبة للناس الكل وانا ما قاعد لكم شكرا لكم شاء انتقابلوا في وصفة قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة